احنا هنتناول القضيتين بالاول قضية التخابر اللي هي رقم 26458 لسنة 2013 جنح مدينة ناصر اول القضية عبارة فيها 36 متهم 23 حاضر منهم واحد توفى الى رحمة الله ومعاهم فيه 13 غايب هارب حيث ان جماعة الاخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس عام 1928 على ايدي مؤسسها حسن البنة وضخ في عروقها مزيجا بين الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة وصارت اجيالها المتعاقبة من المؤسسين لها والقائمين على ادارتها واعضائها والمنضمين اليها على دربيه خلط بين ايدولوجية طائفية بغيضة تتبناها تلك الجماعة تهدف الى السياسة في الاساس وترمي الى الحزبية وانتقنعت برضاء الشريعة الاسلامية فكان الخل بين الاسلام المستقيم المستنير وتلك الايدولوجية الرامية الى سلطة الحكم بالاساس تحت زعم الخلافة الاسلامية التي هي في الفطرة الاسلامية الصحيحة لا تعد سوى ان تكون نظاما لحكم وليس مبدأ ديني اما في منظور تلك الجماعة فان الخلافة هي عقيدة واصل من اصول الدين واستمر حال تلك الجماعة مع تعاقب اجيالها على نهج لتحقيق اغراضها المتشوقة للوصوب على سلطة الحكم باي تمن حتى ولو كان على حساب الوطن والشعب فلا راضي عليها ولا تحريم عليها واباحت اراقة الدماء بين اهل الوطن وتآمرت وتخابرت مع منظمات اجنبية خارج البلاد والوطن مصر لتحقيق اهدافها الشيطانية تحت سطار الدين والاسلام خلافا لاحكام القانون حيث انه من المقرر وفقا لقانون السلطة القضائية انه لا شأن للقضاة باعمال السياسة والاشتغال بها بين ان هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم الثالث محمد محمد مرسي عيسى العياط بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة بزعم انه ما زال رئيسا للجمهورية وان هذه المحكمة ليست محكمته ولا قضاته بل تختص بمحاكمته محكمة خاصة زادة تشكيل خاص تبقى من نص المادة 159 من دستوري 2014 والتي تقابل المادة 152 من دستوري 2012 فان هذه المحكمة تقدم لقضائها وبالقدر اللازم قانونا ردا على هذا الدفع انه ولئن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها ان تقضي بالعلم الشخصي لأحد اعضائها الا انه يجوز لها ان تستند في اسباب هذا القضاء الى ما هو علم عام للكفة واحداث تناولتها وسائل اعلام المرئية والمسموعة والمقروعة بمصر بل وفي العالم باسره فاذا كان يوم السلاسين من يونيو 2013 ومع بزوغ الشمس فجر ليل طويل حالك السواد استمر عاما كاملا هي مدة حكم جماعة الاخوان من المسلمين لاح فجر الضمير الانساني وتجلى في القلوب اذ خرجت جموع هذا الشعب المصري الابي في شتى انحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي احدا من ابنائه وطياراته وينهي حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها على النظام الحاكم الذي يمثله المتهم محمد مرسي وباقي افراد جماعته الارهاب الاخوانية رافضة استمرارهم في السلطة بعد ان اقصوا جموع الشعب من غير الاخوان المسلمين وفرقوا بين ابناء الشعب الواحد وبدلا من استجابتهم لمطالب الشعب وحقا لدماء بدأت تظهر في الافق بانقسام وشيك بين ابناء الشعب الواحد فقد قوبلت تلك الثورة الشعبية بتمسك المتهم محمد مرسي بالسلطة ودونها الرقاب واعتصامه بشرعية زائفة في خطاب القاه على هذا الشعب المنكوب وقع محبطا للامال فالتفت كافة القوى فالتفت كافة القوى الوطنية المصرية المخلصة بجميع اتجاهاتها وطوائفها وشبابها حول هذا الشعب دعما لارادته في تغيير النظام حكم فاشل الا ان يفرق بين ابناء هذا الوطن ويجعلهم شيعة وهو ما عجز عنهم عشد اعداء الوطن الذي ظل متماسكا على ماضار تاريخه فلما اينعت هذه الثورة الشعبية الجارفة صاحبة السيادة باعتبار ان السيادة للشعب ان السيادة للشعب فانحازت اليها القوات المسلحة في الثالث من يوليو الفين وتلات عشر فاصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة به شعب مصر العظيم تضمن ان القوات المسلحة لم يكن في مقدورها ان تصم ازانها او تغض بصرها عن حرقة ونداء جماهير الشعب وانتهت في بيانها بعد التشاور مع رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب الى اتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل تتضمن خطوات اولية تتحقق تحقق بناء على مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي احدا من ابنائه وطياراته وينهي حالة الصراع والانكسام وقد شملت هذه الخارطة من ضمن ما اجتملت عليه ان يتولى ان يتولى ان يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلف قوات المسلحة قد عزلت تلك الثورة المجيدة رئيس الدولة من منصبه عن ارادة وعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها مثيلا لها فزالت صفت فزالت صفت المتهم محمد مرسي ايسى العياط كرئيس لجمهورية مصر العربية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة التي ورد عنها بديباجة دستور مصر 2014 المستفتى عليه من الشعب تكريما لها واعترافا بها وبفضلها هذا دستورانا بانها وصورة 25 يناير فريدة بين الصورات الكبرى في تاريخ الانسانية وبحماية جيش الشعب للارادة الشعبية وبمباركة الازهر الشريف والكنيسة الوطنية لها وهي ايضا فريدة بسلميتها وبطموحها ان تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية وإذ كان ما تقدم فقد ثبت للمحكمة بيقين جازم ودليل قاطع ان المتهم محمد مرسي عيسى العياط قد زالت صفته كرئيس الجمهورية على النحو المتقدم منذ تلاتين ستة الفين و تلاتاشر وتم التحقيق معه واحالته الى هذه المحكمة التي تنظر الدعوة بعد هذا التاريخ الاخير اي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية فلا يكون هناك مجال لاعمال ما نصت عليه المادة مية تسع وخمسين من الدستور الحالي من اجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه ومن ثم يكون الدفع بعدم اخصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة وببطلان اجراءات التحقيق وامر الاحالة غير سديد خليقا بالرفض وحيث ان المحكمة وقد انتهت الى سبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة اليهم فانها لا تعول على انكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الافلات من يد العذالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها واذ لم يلقى دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة وفقد قامت دليل المقنع القاتع الجازم على اقترافهم الافعال المنسوبة اليهم فانها ارسلت اوراق القضية الى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في انزال عقوبة الاعدام فيما اسند الى بعض المتهمين حيث انهم بالاطلاع على تقرير فضيلته تضمن رأي الشرعي ان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشرقاء المباشرين على ارتكاب الجريمة بمعنى انه يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث الوصول الى تحقيق غرض معين ويتعاونون اثناء وقوع الحادث على احداث ما اتفقوا عليه وكانت القراءن السابطة بالاوراق القاطعة الدلالة تقطع باسبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب اخذ الرأي الشرعي بالنسبة لهم وغيرهم من المتهمين الاخرين وكان من المقرر شرعا وكان من المقرر شرعا ان القرين القاطع هي ما يستخلصه المشرع من امر معلوم الدلالة على امر مجهول وهي امارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا او احتمالا ومنها منص عليه الشارع او استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده ومن المقرر ان الجرائم في الفقه الاسلامي تنقسم الى سلاسة اقسام فتنقسم الى جرائم معاقب عليها بالحد المقرر المقدر لله تعالى فتنقسم الى جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى والى جرائم معاقب عليها بالقساص غلب فيها حق العبد وان كان لله فيها حق وجرائم معاقب عليها بالتعزير وجرائم معاقب عليها بالتعزير ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة وان المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة من حد او قصاص وما لم يرد بشأنه حد في عقوبته التعزير وهو عقوبة غير مقدرة شرعا مطروك امرها للحاكم او من ينيبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهي تبدأ باللوم او التوبيخ وتنتهي بالقتل ولما كان الجرم ولما كان الجرم الذي ارتكباه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير واجاز الكثير من الفقهاء ان يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله ققتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة ولما كان الجرم الذي ارتكباه المتهمون كل ذا تقرير المفتي الرأي الشرعي لما كان الجرم الذي ارتكباه المتهمون المطلوب اخذ الرأي الشرعي فيما نسب اليهم وغيرهم من المتهمين الاخرين انهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقراء خارج البلاد تنظيم الدول الاخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الاسلامية حماس للقيام باعمال ارهابية داخل جمهورية مصر العربية بان اتفقوا معهم على التعاون في تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض اشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بان فتحوا قنوات اتصال مع جهات اجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك وطلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها باطلاق الشائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة الى خارج البلاد بقطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات وعدت لذلك وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد وقد وقعت تلك الجرائم بدافع بدفع مجموعة من تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطرق المشروعة عبر انفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت الشرطية والعسكرية والسجون المصرية فضلا عن ترويع الامنين وسلموا لدولة اجنبية عناصر الحرص السوري الايراني العديد من تلك التقارير السرية الواردة من هيئة الامن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر ايرانية تهدف الى زعزعة الامن واستقرار البلاد كما افشوا اليها سرا من اسرار الدفاع عن البلاد فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما اسسوا جماعة تهدف الى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ومصالح الدولة بهدف بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب وسيلتها التي تستخدمها لتحقيق تلك الاغراض وكان هذا كله ظاهر وبين من اوراق القضية وقد اقيمت الدعوة بالترك المعتبر قانونا قبل المتهمين ولن تظهر في الاوراق شبهة تسقط العقوبة عنهم كان جزاؤهم الاعدام تعزيلا لما اقترفوه وحيث ان المحكمة وباجماع اعراء اعضائها لم تجد للمتهمين المطلوب اخذ الرأي الشرعي فيما نسب اليهم سبيلا للرافة او متسعا للرحمة بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم الا لله باسم الشعب الذي تصدر الاحكام وتنفذ باسمه وبعد الاطلاع على المواد اربعتاشر و 304 فقر اتنين و 309 313 و 319 381 384 فقر واحد من قانون الاجراءات الجنائية والمواد اتنين اولا وثانيا بند الف و 17 و 30 و 32 و 40 ثانيا و ثالثا و 41 اولا و 77 80 80 به 83 الف على واحد 85 فقر واحد واربعة 85 الف على الف وبه و 86 و 86 و 86 مقرر على واحد و اتنين و 86 مقرر ألف على واحد و اتنين و 86 مقرر جيم و 86 مقرر دال من قانون العقوبات والمدة اتنين فقرة اتنين من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشقية لجمهورية مصر العربية حكمت المحكمة اولا حضوريا واحد باجماع الاراء باجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر و محمد محمد إبراهيم البلتاجي و احمد محمد محمد عبدالعاطي بالاعدام شنقا كما عما اسنى الى كل منهم اتنين بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامي محمد محمد مرسي عيسى العياط محمد سعد توفيه كتتني عصام الدين محمد حسين العريان سعد عسمة محمد الحسيني حازم محمد فاروق عبدالخالي منصور عصام احمد محمود الحداد محي حامد محمد السيد احمد ايمن علي سيد احمد صفوة حمود احجازي رمضان خالد سعد حسنين محمد جهاد عصام احمد محمود الحداد عيد محمد اسماعيل ضحروك ابراهيم خليل محمد خليل الضراوي كمال السيد محمد سيد احمد سامي امين حسين السيد خليل اسامة محمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما اسند الى كل منهم وبمعاقبة كل من المتهمين محمد فتحي رفاعة طهطاوي واسعد محمد احمد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند الى كل منهم ثانيا غيابيا غيابيا باجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد السيد محمود عزة ابراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي وعمار احمد محمد احمد فايد البنة واحمد رجب رجب سليمان والحسن محمد خيرة الشاطر وسندس عاصم سيد شلبي وأبو بكر حمدي كمال مشالي وأحمد محمد محمد الحكيم ورضى فهمي محمد خليل ومحمد اسامة محمد العقيد وحسين محمد محمود الأزاز وعماد الدين علي عطوى شاهين وابراهيم فاروق محمد الزياد وابراهيم فاروق محمد الزياد بالاعدام شنقا عما اسند الى كل منهم ثالثا بانقضاء الدعوة الجنائية بالنسبة للمتهم فريد اسماعيل عبد الحليم خليل بوفاته الى رحمة الله تعالى رابعا بمصادرة المطبوطات وبالزام المحكوم عليهم بالمصرفات الجنائية وفي الدعوة المدنية المرفوعة من دعاء محمد رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير زيصفة وألزمتها بمصرفاتها ومئتي جنيه مقابل أتعاب المحمد رفعة الجلسة رفعة الجلسة رفعة الجلسة رفعة الجلسة موسيقى